الذي انطلق في الثالث عشر من مايو الرئيس يسرد تاريخا لم تنتهي فصوله بعد هذا ما تضمنته أحدث مقابلة صحفية للرئيس هادي في سياق لقاءاته النادرة مع صحفة الدولية فقد أضاء الرئيس هادي في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة القدس العربي على بعض من الزوايا المعتمة في الأحداث التي لا تزال حتى اللحظة تعصف بالبلاد وإن جاء بعضها في شكل إيماءات إيماءة الرئيس إلى اللاعبين السلبيين في الساحة اليمنية رسخت في أذهان المراقبين حقيقة أن بعض أطراف التحالف ليست متسقة مع تطلعة المشروع للشعب اليمني في التحرير والحسم وبناء الدولة الاتحادية ووضعت هذه الإيماءات حدا للغموض المتصل بتحرير تعز الذي أومأ بشأنه إلى أن أطرافا لا تريد أن يحتسب النصر لطرف سياسي بعينه في المحافظة تضمن حديث الرئيس توضيحات جديدة في سردية إسقاط صنعاء ومسؤولية الجيش والأمن والقبائل المحيطة التي شدد على أنه لم يكن له سيطرة على أي منها وذلك في سياق اتهامه للمخلوع صالح بالترتيب للإنقلاب وإسقاط العاصمة لكن أحدث ما كشفه الرئيس هو ذاك الذي يتصل بموقف العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز الذي قبل بتقديم دعم عسكري عاجل لهدي وحكومته بعد سقوط عمران هذا الدعم كان مبنيا على مخاوف سعودية من مساعي إيرانية للسيطرة على اليمن وباب المندب لكن تحركات الإنقلابين باتجاه صنعاء كانت أسرع ما ساهم في إفشال هذا المستوى من التدخل المتأخر أكد الرئيس هذه في المقابلة أنه سيعود إلى عدن بعد رحلة تقوده هذا الشهر إلى نيويورك وبعد أن اعتبر أن المجلس الانتقالي الجنوبي في حكم المنتهي فيما تبدو للمراقبين التحديات على حالها التي تبقي العاصمة المؤقتة للبلاد غير مؤهلة حتى اللحظة لأداء دورها والاستقبال الرئيس وضمان تحركاته كرئيس يمارس صلاحيته كاملة غير منقوصة في بلاده